السلام عليكم طلاب كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة درسنا اليوم هو المنادة ماذا تعني كلمة المنادة؟ هو الشخص الذي ننادي إليه كأن نقول يا محمد، يا إسماعيل، يا إبراهيم هذا هو إبراهيم، إسماعيل، محمد هي أسماء منادة هيا نبدأ بشرح الدرس ما هي حروف النداء؟ الحروف النداء هي خمسة أي الهمزة، يا، أي، وهي ما هي أنواع المنادة؟ أنواع المنادة أيضا هي خمسة مضاف شبيه بالمضاف، ناكرة مقصودة، ناكرة غير مقصودة وإسم عالم طلاب انتبهوا جيدا أنواع المنادة تقسم إلى قسمين منها ما هو منصوب ومنها ما هو مبني إذن منها ما هو منصوب ومنها ما هو مبني هيا نأخذ بعض الأمثلة يا طالب العلم يا طالب العلم يا هي حرف نداء طالب منادة إذن طالب منادة العلم العلم هي مضاف إليه العلم مضاف إليه فإذن أصبحت كلمة طالب هي منادة ونوعها مضاف لأنه أتى معها مضاف إليه لفسرها يا طالبا للعلم يا طالبا للعلم أين هو المنادة؟ أحسنتم المنادة هو طالبا للعلم للعلم جار ومجرور طيب هل هي للعلم مضاف إليه؟ كلا لأن المضاف إليه قبله يكون لا يكون تنوين بالفاتح لا يكون الاسم الذي يكون قبله منوام بالفاتح يكون ناكرة ناكرة غير منوام بالفاتح فإذن للعلم هي جار ومجرور طيب ما نوع طالبا؟ فإذن طالبا منادة هي شبيه بالمضاف لأنه أتى بعدها للعلم جار ومجرور لو أتى بعدها مضاف إليه كانت منادة مضاف إنما أتى جار ومجرور شبيه بالمضاف أصبحت شبيه بالمضاف يا رجلا خذ بيدي يا رجلا خذ بيدي أين هو المنادة؟ رجلا حرف نداء يا رجلا هو المنادة ناكرة غير مقصودة ناكرة غير مقصودة أي نحن لا نعني رجلا بعينه هذا الرجل بعينه نحن نقول عن أي رجلا أي رجلا على الطريق خذ بيدي لا نعرف عن أي رجل نتكلم إذن ناكرة غير مقصودة ناكرة مقصودة يا رجل أقبل رجل أرآه أمام عيني أقول له يا رجل أقبل إذن هي ناكرة مقصودة والآن يطرح السؤال كيف أميز بين الناكرة المقصودة والناكرة الغير المقصودة؟ طلاب الناكرة المقصودة تكون مرفوعة يعني حركتها الضمة بينما الناكرة الغير مقصودة انتبهوا تكون حركتها الفتحة إذن ناكرة غير مقصودة تكون حركتها الفتحة أما الناكرة المقصودة تكون حركتها الضمة يبقى لدينا الاسم المنادة العلم يا محمد يا سعيد يا أحمد إذن المنادة منصوب إذا كان يطالب العلم مضاف المنادة منصوب إذا كان شبيب المضاف يطالبا منادة منصوب نقول منادة منصوب ناكرة غير مقصودة رجلا أيضا هي منادة منصوب طيب متى يكون منادة مبني؟ منادة مبني عندما تكون ناكرة مقصودة واسم علم إذن ناكرة مقصودة واسم علم يا رجل رجل منادة مبني محمد منادة مبني هيا لنأخذ بعض الأمثلة يا ربنا اخفر لنا ربنا هي المنادة هي المنادة منادة منصوب على متنصبه الفتحة هي منادة مضاف لأنه أتى معه مضاف يعني ضمير نا هي مضاف إله نستطيع أن نقول لها أن نقول أو نعتبرها هي مضاف إله فإذا هو منادة مضاف ربنا منادة منصوب على متنصبه الفتحة يا راغبين في التفوق اشتهدوا منادة منصوب على متنصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم منادة شبيه بالمضاف إذن منادة شبيه بالمضاف منادة منصوب على متنصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم طيب يا طلاب لو قلنا يا راغبون في التفوق اشتهدوا راغبون كأصبحت منادة مبني منادة مبني حركة الإعراب تبدل بين منصوب ومبني انتبهوا يا مؤمنا اسعى في الخير منادة مؤمنا هي المنادة منادة منصوب وعلامة نصبه الفتحة نكرة غير مقصودة يا محمداني اسرعا منادة محمداني هي منادة منادة مبني لماذا لأنه اسم علم منادة مبني على الألف في محل نصب يا شاهداني شهداء بالعدل منادة مبني على الألف في محل نصب لأنه نكرة غير مقصودة والآن يا طلاب مطلوب منكم ان تأخذوا هذه الامثلة يا بائع الورد يا داعيا للخير اقبل يا داعي رفقا بالناس يا محمدون درسوا عليكم ان تحددوا المنادة ونوعه وعليكم ان تقوموا باعراب المنادة والآن اقول لكم الى اللقاء في درس لاحق اشتركوا في القناة